الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين عزيزي الطالب أهلا بك ومرحبا في وحدة جديدة من وحدات مادة أصول الدعوة رقم واحد في هذه الوحدة المباركة نستطيع عزيزي الطالب أن نقف بك على بعض الأمور الهامة والدروس الأساسية هذه الدروس سنعيش في رحاب نقاطها أولا مصادر الدعوة الإسلامية إن المصادر هي الأساس الذي تنطلق منه الدعوة وثانيا من خلال هذه الوحدة نتعرف على أهمية كل مصدر من مصادر الدعوة وكذا الوقوف على خصائص كل مصدر من مصادرها وإليك بيان الدرس الأول وهو القرآن إن القرآن الكريم يمثل أعظم مصدر من مصادر الدعوة الإسلامية الراشدة والحديث عن القرآن الكريم حديث طويل إذ نتبين درس هذه الوحدة المتعلق بالقرآن الكريم وخصائصه في النقاط التالية أولا لا يمكن لباحث ولا لقارئ في الدعوة الإسلامية أن يترك هذا المبدأ مبادئ الدعوة الإسلامية والوقوف على حقيقتها وخصائصها فليس الإسلام متركا أو متروكا أمام عقل البشر كي يتفاعلون فيه نقضا وإبراما وإثباتا وتحديثا ولكن مصادر الدعوة الإسلامية قد حددت لنا أن مبادئ هذا الدين الإسلامي العظيم لا تضعها عقول البشر وإنما يضعها رب البشر هي أحكام شرعية ومعالم ربانية نص القرآن الكريم عليها وأوضحتها السنة النبوية المطهرة ونبدأ الآن ببيان المصدر الأول كما قلنا القرآن الكريم وخصائصه عناصر هذا الدرس في النقاط التالية أولا نعرف القرآن الكريم لغة مصطلاحا وثانيا نقف على خصائص القرآن الكريم ومميزات الحديث عنه متعددة متشعبة أما عن تعريف القرآن الكريم لغة فإن القرآن في الأصل مصدر نحو كفران ورجحان يقول تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي القرآن اتبع جمع القرآن وسر على هذه القرآن فإنه نور لك قد أثبتناه في صدرك وهدى قد جمعناه بين يديك كما قال ابن عباس رضي الله عنه فالقرآن من حيث التعريف اللغوي هو مصدر يشير إلى الاتباع ويشير إلى أن الله تبارك وتعالى قد أثبته في قلب العبد والقرآن الكريم قبل البيان لخصائصه كذلك هو كتاب الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه فالقرآن الكريم قد تحدى الله به البشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أما عن خصائص القرآن فهي كثيرة وتم متعددة منها خاصية الربانية ومعنى خاصية الربانية أن القرآن مصدره من عند الحق تبارك وتعالى فالربانية نسبة إلى الرب وهي أم الخصائص ومصدرها جميعا إليها ترجع خصائص القرآن خصائص الدعوة منبثقة من خصائص القرآن كذلك السنة كما سنعلم بعد قليل هي مصدرها القرآن وكذا عقول الصحابة والتابعين من بعدهم كانت تنبثق من هذه الخاصية الربانية أيضا الكمال فمن خصائص القرآن أنه كامل ومعنى الكمال أن القرآن خلى عن النقص والعيد وهذه الخاصية أثر للخصيصة الأولى الربانية إذ لا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا كان ربانية كلام الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيد يقول تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذه خاصية القرآن إنه تنزيل الله الكامل الذي أنزله كاملا على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من خصائص القرآن كذلك خاصية الوضوح والوضوح يعني الإبانة فكلام الله واضح جلي وهو محدد المعالم لا يحتمل أمورا وإنما إدخال الأمور أو إدخال الاحتمالية جاءت من البشر أما القرآن فهو واضح فهو واضح لا غموض فيه يقول تبارك وتعالى في وصف كتابه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم هكذا يكون وضوح القرآن الكريم كما جاءت به الآية الكريمة الشمول الشمول فالقرآن شامل لكل ما يحتاج إليه البشر محيط بكل ما يتطلبه أحوال البشر في حياتهم شامل لجميع ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وأخراه يقول تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أيضا هذه الخصائص يتبعها حديث عن درس آخر من مصدر الدعوة الإسلامية وسنتعرف عليه في الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر